قتل ضابط سعودي كبير وآخر إماراتي في همليات للتحالف العربي قبل ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ بعد منتصف اليوم كمقدمة لمحادثات سلام بين الأطراف المتحاربة تنطلق في سويسرا غدا في ظل توقعات تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار تفاصيل أوفة في تقرير جمال سواعي قبل ساعات معدودة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ يتعرض الاتفاق لامتحان قاتل تمثل بصاروخ توتشكا أطلقه الحوثيون على مركز قيادة التحالف في باب المندب فقتل ضابطين كبيرين إماراتيا وسعوديا فيما ذكرت مصادر يمنية أن عدد القتلى جاوز المئة إضافة لخسائر في المروحيات والآليات العسكرية ضربة كادت تودي باتفاق وقف إطلاق النار وتنسف جينيفا 2 قبل أن ينطلق هذا وأعلنت قوات التحالف العربي مقتل كل من العقيد الركن السعودي عبد الله بن محمد السهيان قائد القوات السعودية الخاصة في اليمن والعقيد الركن الإماراتي سلطان الكتبي قوة العمالة الخاصة السعودية في عدن هي عبارة عن قوة مشتركة بين القوات الخاصة السعودية والقوات الجوية والقوات البحرية تعمل باندماج وتنسيق مع قوات التحالف في عدم ممثلة في القوة الأماراتية الشقيقة نحن لم نأتي هنا دعاة للحرب وإنما دعاة للسلام ولرفع الظلم عن أشقائنا ونرسرة لهم ضد من بغى عليهم وطغى في أرضهم ضربة لقوات التحالف تأتي في وقت دقيق قبيل انطلاق جينيف ولعلها تفسر اختلاف وجهات نظر أطراف النزاع حول موعد وقف إطلاق النار اختلاف يفسر رغبة الأطراف بالتصعيد في الميدان للجلوس على الطاولة باحتياطي كاف من الإنجازات وفيما أعرب متابعون للشأن اليمني عن عدم تأويلهم على إمكانية أن تنهي المحادثات الحرب إلا أن صوت الميدان لا يزال طاغيا على صوت السياسة أصدر علينا غارات من قوات التحالف على منطقة غد الحجاورة وراحة ضحية أطفال ونساء ورام أجهد حرب تتصارع فيها الأطراف اليمنية برعاية إقليمية ومحادثات لا تلبث أن يثبت الميدان عدم جدواها ووقف غامض لإطلاق النار تختبره الصواريخ والقصف المتبادل ووفدان للتفاوض يذهبان إلى جينيف كل برؤية فهل تصمد مفاوضات جينيف اثنين أمام صوت السلاح الذي لا يزال هو الأقوى